اجي على النقطة اللي عايزة اقولها الوقتي ان احنا وصلنا الى اخر رجب لسه فضلنا نقطتين في مسألة حسم التفرق وقطع الالتفات من اسباب التفرق والالتفات متابعة الهوى واعتراض الواردات للأحوال ان شاء الله نكملهم في اللقاء القادم باذن الله لكن دلوقتي بس عايزة اتكلم عن رجب قبل ما يخلص الحق رجب شهر رجب من الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم شهر رجب بداية شهور الخير رجب شعبان رمضان شوال ذي القادة ذي الحجة المحرم كل الست شهور دول اسمهم شهور الخير بدايتهم ومدخلهم وبابهم وبوابتهم شهر رجب ارجو انها تزع الحلقة في اليوم ده في 22 رجب هيدخل شعبان بعد اسبوع ان شاء الله شعبان شهر عرض الاعمال على الله ان في عرض يومي في العصر والفجر على الله وفي عرض اسبوعي كل يوم خميس وفي عرض سنوي كل شعبان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه في شعبان قالت سيد عائشة كان رسول الله رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قليلا وسيدنا اسامة ابن زيد الحب قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يصوم في شهر اكثر من صيامه في شعبان فسألته سيدنا اسامة لماذا اراك تكثر الصيام في شعبان قال هذا شهر تعرض فيه الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم وهو اللي قال ايضا في سر الصيام يوم الخميس لانه يعرض في الاعمال على الله عملك صحيفة السنة ربنا بينظر فيها بينظر في اعمالك طول السنة جو ما قلنا كده ان في ملائكة بتتعاقب بيسلموا وردية من الفجر الى العصر ووردية تانية من العصر الى الفجر بيسلموا بعض فبتوع العصر بتوع الفجر الى العصر يجوا يلموا اوراقهم اللي هم كتبوها حسناتك في صفحات وسيئاتك في صفحات يلموها يدبسوا الحسنات ويدبسوا السيئات مع بعضها ويطلعوا بيها يسلموها الربنا جل جلاله وتعرض على الله كل يوم خميس يتضموا مع بعض ويتدبسوا ويتشالوا اخر السنة يتجمعوا كلهم في أكلسير أكلسير للحسنات وأكلسير للسيئات ويبقوا موجودين ويتعرضوا على ربنا وربنا ينظر في صحفتك ليلة النصف ربنا بيختم على الصحف ينظر في صحفتك وبعدين يختم بالعفو عفونا عنه أو بالمخط يطرد فأنت محتاج بقى تلحق نفسك في الفترة دي تسترضي ربنا تسترضي ربنا وبإذن الله تعالى هنبدأ من أول يوم في شعبان في إذاعة حلقات دورة الاستعداد لرمضان السنة دي بعنوان كيف أنجو من نجاه فأرجو أنكم تشاهدوها على قناة الرحمة ربنا يبارك فيها وهتبقى كل يوم حلقة بإذن الله تعالى 30 حلقة كل يوم حلقة في الاستعداد لرمضان وفيها أيضا هيبقى الحلقات الأولى في الاستعداد بصناعة شعبان رباني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم حبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته